اشتركوا في القناة وناخد تمرين عملية على طرق تحديد الطلب واول طريقة فيه من طرق تحديد الطلب او تخدير الطلب هي طريقة معدلات او متوسطات الاستهلاك الطريقة دي بتستخدم امتى؟ بتستخدم لما بتكون فيه بيانات متوفرة عن العملاء مباشرة في المنطقة اللي المشروع هيتعمل فيها بتحدد الطلب ازاي؟ بنشوف معدلات استهلاك الفرد او في شكل نسب مقوية او متوسطات ثم بنشوف عدد السكان او العدد العملاء الحالين في المنطقة وبعدين بنحدد الطلب بناء على هذه المعادلة حجم الطلب المتوقع بيساوي عدد العملاء المرتقبين مضروف فيه متوسط استهلاك الفرد في المنطقة او في منطقة نشاط المشروع لو بصنا كده على خدنا مثال رقم واحد هنا المثال ده بيقول ايه يرغب مستثمر في اقامة محطة وقود على طريق احدى المدن علما بان متوسط عدد السيارات التي تعبر يوميا مرة بالمحطة 4000 سيارة ومعدل توقف السيارات 5% ومتوسط استهلاك السيارة 40 لتر بنزين يوميا وعدد ايام عمل المحطة 320 يوم يعني المثال ده بيقول ايه محطة بنزين بيعدي عليها في اليوم 4000 سيارة منهم 5% بيقفوا على المحطة 5% من ال 4000 سيارة ومتوسط استهلاك السيارة في اليوم 40 لتر والمحطة بتشتغل 320 يوم في السنة المطلوب تقدير حجم الطلب طبعا احنا هنحدد ازاي حجم الطلب هنشوف عدد العملاء المرتقبين اللي هم بقى عدد السيارات اللي هتمر في معدل توقف السيارات في الايه في المحطة عندي 4000 سيارة بتمرهم 4000 سيارة بتمر منهم 5% بيقفوا على المحطة يبقى هيقف من ال 4000 دول 200 سيارة هتقف على المحطة طيب حجم الطلب اليوم حجم الطلب اليوم هيبقى عدد السيارات المتوقفة اللي هي توقف اللي هم الميتين سيارة اللي هقفوا في معدل استهلاك اليومي للسيارة اللي هو 40 لتر بنزيم يبقى الطلب اليومي على البنزيم هنا هيبقى 8000 لتر في اليوم طيب لو احنا عايزين نجيب الطلب السنوي هنضرب حجم الطلب اليومي في عدد ايام العمل السنوي اللي هم هنضرب التمن تلاف في التلتمية وعشرين التمن تلاف دول وهم التمن تلاف اللي هم ايه الطلب اليومي في عدد ايام السنة اللي هي تلتمية وعشرين عدد ايام العمل في السنة هيديني اتنين مليون خمسمية وستين الف لتر بنزين سنوية طيب لو خدنا مثال تاني المثال ده بيقول ايه يرغب مستثمر في انشاء مغبز آلي في احد احياء محافظة القاهرة والذي يبلغ عدد سكانه عام 2020 حوالي 100 الف نسمة ومعدل الزيادة السكانية اتنين في المية وتشير الدراسات الى ان متوسط استهلاك الفرد اليومي من الخبز يبلغ ثلاث ارغفة يعني واحد مستثمر عايز يعمل مغبز في حي الحي ده عدد سكانه 100 الف نسمة وبيزيده كل سنة اتنين في المية والفرد بيستهلك في اليوم ثلاث ارغفة من الخبز المطلوب بقى تقدير حجم الطلب السنوي المتوقع لسنة امتى 2021 و2022 لان المعلومات دي بتخص سنة 2020 فاحنا عايزين نقدر الطلب للسنتين الجايين طيب الحل هنعمل ايه بقى؟ هنشوف عدد السكان الاول سنة واحد وعشرين عدد السكان سنة 2021 يساوي عدد سكان سنة 2020 زائد مقدار الزيادة مهم هيزيده اتنين في المية يبقى عددهم مت الف زائد المت الف دول هزيده كام؟ اتنين في المية هيبقى مية واثنين يعني عدد السكان سنة 2021 2021 يبقى مية واثنين آآ مية واثنين الف نسمة طيب عدد السكان سنة اتنين وعشرين برضو هيبقى عدد السكان سنة واحد وعشرين الفين واحد وعشرين وزايد مقدار الزيادة اللي هي الاتنين في المية يبقى الاتنين في المية المية واتنين دول المية واتنين دول آآ هيزيدوا اتنين في المية يبقى مية واتنين الف بلس آآ مية واتنين في اتنين في المية هيديني مية واربعة الف واربعين نسمة ده عدد احنا كده قدرنا على للسكان الاول سنة واحد وعشرين وسنة اتنين وعشرين ازاي بقى نحسب متوسط الاستهلاك ده هنحسبه من خلال الجدول التالي سنة الفين وعشرين عدد السكان كام مائة الف والفرض بيستهلك كم رغيف خبز في اليوم تلاتة يبقى استهلك في السنة اه في اليوم سوري اه الحي ده تلتمية الف رغيف طب سنة واحد وعشرين سنة واحد وعشرين ايه? السكان بقى كام مية واتنين زادوا الفين زادوا اتنين في المية ومتوسط نصيب الفرد او مستهل لك الفرد من الخبز تلاتة يبقى مية واتنين في تلاتة يدين تلتمية وستة الف. وآآ سنة الفين اتنين وعشرين هيبقى عدد السكان مية واربعة واربعين. مية واربعة الف واربعين فوق النسمة برضو في تلاتة هيطلع آآ تلتمية واثنشر الف مية وعشرين. آآ هنشوف بعد كده المثال التالت بيقول ايه? يقول لك ازا توفرت لديك البيانات التالية عن دولة ما. عدد سكان الدولة سنة الفين وعشرين مية مليون ناسا. والانتاج المحلي من سنعة معينة سبعة مليون طن. يعني الدولة دي سكانها مية مليون. وبيتنتج من سنعة معينة سبعة مليون طن. وبتستورد اربعة مليون طن وبتصدر مليون طن. ومعدل النمو السكاني اتنين في المية. المطلوب تقدير حجم الطلب على هذه السلعة سنة كام? 2021-2022. مستخدما طريقة متوسط استهلاك الفرد في عام 2020. طيب تعالوا نشوف بقى هنحلها ازاي? سنة 2020 الاستهلاك الفعلي قد ايه? الاستهلاك الفعلي هيساوي حجم الانتاج اللي احنا انتجناه. زائد اللي استوردناه اللي هو حجم الوريدات هنا. ناقص حجم الايه? الصادرات. لو طبعنا كده هنلاقي عندك الانتاج السبعة مليون اللي هي السبعة دي. والوردات عندك اهي الاربعة مليون. اهي الاربعة دي يبقى سبعة واربعة حدواشر. تشيل منهم طن اللي هو المليون طن التى الصادرات هيديك عشرة مليون. يبقى الاستهلاك الفعلي في سنة 2020 البلد استقليك تقدي ايه? عشرة مليون طن. طيب عايزين نجيب متوسط تسئلاك الفرض. هنقسم الاستهلاك الفعلي على عدد السكان. انا عندي استهلكنا كم مليون طن? عشرة مليون طن وعدد السكان قد ايه? اهو ميت مليون. يبقى عشرة مليون على ميت مليون هيديك واحد من عشرة طن. يعني ميت كيلو. يعني الفرد في السنة متوسط ت custear ميت كيلو لكل نسمة. ميت كيلو اللي هو واحد من عشرة تن. هنشوف بقى سنة واحد وعشرين. سنة واحد وعشرين هنحسب على دي السكان. عدد السكان سنة فين واحد وعشرين هيبقى. عددهم سنة عشرين اهم. زائد مقدار الزيادة هيزيدوا بكان باتنين في المية. يبقى الميت مليون دول سنة واحد وعشرين بعد سنة هيزيدوا اتنين في المية هيبقى مية واثنين. طيب الطلب المتوقع بقى هتضرب برضو عدد السكان اللي انت طلعته ده في مؤسسة الاستهلاك الفعلي للفرض اللي هو واحد من عشرة يبقى المية واثنين مليون. آآ كل واحد هيتسال لك واحد من عشرة تن هيديني عشرة يبقى الاستهلاك الفعلي في في السنة دي هيبقى عشرة تن واثنين من عشرة واثنين من عشرة مليون طيب سباة 22 نفس الكلام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حسبته مضروف فيه متوسط السلاك الفرد هيدي لك عشرة مليون طن وفاصل اربعة اربعمية واربعة من عشرة مليون طن. طيب خلينا في المسال الرابع برضو المسال الرابع بيقول ايه? اذا كانت لديك البيانات التالية والمتاحة عن سن عامها خلال عام الفين وسبعة عشر. عدد السكان البلد دي خمسة وتلاتين مليون نسمة. معدن لموز سكان اتنين في المية. والانتاج المحلي خمسين مليون وحدة. والواردات تلاتين مليون وحدة. والصادرات عشرة مليون وحدة. المطلوب بقى تقدير حجم الطلب سنة الفين وتمنتاشر والفين وتسعتاشر باستخدام طريقة متوسط استهلاك الفرد. طيب نفس الكلام في طريقة الحل هنحسم سنة الفين وسبعتاشر الاستهلاك الفعلي هيساوي الانتاج المحلي زائد الواردات ناقص الصادرات. الانتاج المحلي كان خمسين مليون زائد تلاتين اللي هي الواردات ناقص عشرة اللي هي الصادرات هيديني سبعين. يبقى البلد دي استهلكت سبعين مليون وحدة في السنة سنة الفين وتسعتاشر. طبعا ما فيش مخزون لاول ولا اخر المدة. متوسط استهلاك الفرد هيساوي الاستهلاك الفعلي على عدد السكان. احنا استهلكنا كم مليون وحدة? سبعين مليون. معدد السكان خمسة وتلاتين. يبقى الفرد تقريبا في متوسط استهلاك وفي السنة اتنين وحدة لكل فرد. اتنين وحدة لكل فرد. طيب سنة الفين وتمنتاشر عدد السكان المتوقع سنة الفين وتمنتاشر هيساوي عدد السكان سنة الفين وسبعتاشر في واحد زائد معدل النمو عشان برضو دي طريقة اخرى لحساب الزيادة في السكان. يبقى الخمسة وتلاتين دول هينموا بكام? بواحد واتنين من مية? يعني هم هينموا باتنين. يعني ضربنا في واحد بدل بدل ما نجيب الخمسة وتلاتين يعني بدل ما قول خمسة وتلاتين زائد خمسة وتلاتين في اتنين في المية هنضرب الخمسة وتلاتين في واحد واتنين من مية على طول هديني خمسة وتلاتين وسبعة من عشر. مليون آآ نسمة. طيب الاستهلاك هنضرب عدد السكان اللي طلع في متوسط استهلاك الفرد ده لوحدة وحدتين لكل فرد هيديني واحد وسبعين واربعة من عشرة مليون. طيب نيجي سنة Vietnam 2019 نفس الكلام هنجب عدد السكان عند السكان في 2018 اهو مضروف في واحد واتنين من مية. اللي اتنين في المية. اللي اتنين من مية دي هي معدل لمو الايه السكان هيديني على السكان سنة 2019. وبعدين cartoons بالاستهلاك المتوقع سنة 2019 أي سوي عدد السكان في 2019 في منتوسط استهلاج الفرد العالي للسكان اللي طلع ده اللي هو ستة وتلاتين واربعة من عشرة ده هو ده يضربه في اتنين اللي هو متوسط استهلاج الفرد يديني اتنين وسبعين مليون وتمانية من عشرة مليون وحدة الطريقة دي بتصادم طبعا في حالة عدم وجود بيانات كافية طريقة بسيطة يبقى يعني لو ما فيش بيانات عن السلعة معلنة في الجهات الرسمية ولا حاجة فيفضل استهلاج هذه الطريقة كده المحاضرة المحاضرة العشرة تكون خلصت واستخدمنا اول طريقة اتكلمنا فيها عن طريقة اول طريقة من طرق تقدير الطلب هي طريقة متوسط استهلاك الفرد هنكمل ان شاء الله في المحاضرة الجاية برضو طريقة اخرى من طرق تقدير الطلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته